موسيقى والآن إلى الصور وحكاياتها الصورة الأولى معنا لفعالية الفجر العظيم التي أحياها الأردنيون الجمعة الماضية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك وذلك أيضا كان بالتزامن مع اقتحام المئات من جنود الاحتلال وجماعات صهيونية الأقصى المبارك والجامع القبلي حصد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى ميدالية فضية في نهاء وزن تحت 68 كيلو جراما في دورة الألعاب الأسيوية هانجيتشو 2022 كما حصد اللاعب صالح الشرباتي حصد الميدالية الفضية الثالثة في نهاء وزن تحت 80 كيلو جراما حدث في بطولة العالم للكاراتي التقليدي للناشئين بدولة سلوفينيا لاعبان مصريان يحرزان الميدالية الذهبية والفضية بالتفوق على لاعب إسرائيلي فرفع اللاعبان العلم الفلسطيني على منصات التتويج احتفالا بتتويجهما بالمركز الأول والثاني ببطولة العالم ولازلنا في الرياضة صورة متداولة للاعب نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيمة منذ أكثر من أسبوع هذه الصورة لكن أعيد تداولها وحكايتها أن بنزيمة الذي ارتدى اللباس العربي بمناسبة اليوم الوطني السعودي تعرض لهجوم من اليمين المتطرف في فرنسا بسبب هذه الصورة فجرى تداولها مجددا وهذه صورة لمكتبة على الرصيف في فلسطين المحتلة وحكايتها أن بلدة سلفيت بدأت المرحلة الأولى بمشروع مكتبات الشوارع بهدف تشجيع القراءة وكمبادرة لتوفير الكتب لغير القادرين على اقتنائها مشروع لطيف وقيم حقيقة هذه الصورة لشاب من دولة أتشيك تعاقد معه نادي من الدرجة الثالثة هناك بعد أن قام والده بدفع مبلغ 20 ألف يورو للفريق النادي لم يكتفي بضم اللاعب في صفوفه بل سلمه قيادة الفريق المال يفعل كل شيء هذه الأيام الصورة التالية هي للعبة كاندي كراش من منكم لم يلعبها أو لم يسبق له أن رآها لعبة شهيرة جداً الحكاية أن مطور لعبة كاندي كراش ساقة التي يلعبها الملايين حول العالم قال إن إرادتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها عام 2012 وقال إنها ستصدر قريباً بمستويات تصل إلى 15 ألفاً لللاعبين الأكثر عشقاً وتفانياً وقد بدأت اللعبة في الظهور عبر موقع الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم تصبح تطبيقاً ذكياً حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى اليوم اشتركوا في القناة